509 مراقبين دوليين لعدد من السفارات ومنظمات دولية وعربية من ضمنهم 274 مراقبا من بعثة الاتحاد الأوروبي سجلوا أسماءهم لدى مفوضية الانتخابات بالإضافة إلى 130 مراقبا أمميا من بعثة الأمم المتحدة تم التنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية لمنحهم سمات دخول وإيصالهم لمحطات الاقتراع للتصويت العام والخاص لغرض المراقبة الانتخابية وليضفاء المزيد من النزاهة والشفافية على العملية الانتخابية تم إرسال ما يقارب 86 دعوة إلى الجهات الدولية من سفارات وقنصليات ومنظمات دولية مهتمة بشأن الانتخابي منظمات المجتمع المدني المختصة بمراقبة الانتخابات دعت المفوضية إلى التمسك بإجراءاتها الصارمة والقوانين وعدم الخضوع للضغوط السياسية مؤكدين أهمية الرقابة الدولية والمحلية على نتائج الانتخابات المفوضية أعطى كل الإطمئنان للناخبين والجمهور وأصحاب المصلحة في العملية الانتخابية بتقدير ما باقي على المفوضية أن تكون هناك مزيد من الشفافية التمسك الصارم بالإجراءات والقوانين لا تخضع للإرادة السياسية أو رغبات سياسية تستمر في خطاها بما يتعلق بتطبيق القانون والإجراءات وجود المراقبين الدوليين والمحليين يعطي ضمانة أكبر للانتخابات وشرعية دولية لنتائجها ويضفي نوعا من الإطمئنان للمرشحين والناخبين على حد سواء وفق مفوضية الانتخابات أحمد عرام العراقية الإخبارية بغداد